مع انعقاد دورتها الثانية والثلاثين في المملكة العربية السعودية تأتي قمة جد العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية باثنين وثلاثين مشروع قرار على جدول أعمالها يتصدرها ملف القضية الفلسطينية وأزمة السودان ومع عودة سوريا إلى الجامعات العربية بعد غياب دام 12 عاما يحظى ملف الأزمة السورية الممتدة فيها بحيز من مشاريع القرارات العربية المرتقبة إلى جانب ملف إعادة الإعمار ويتضمن جدول أعمال القمة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول العربية لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي والتركيز على ملف الأمن الغذائي بحسب مراقبين لتحضيرات القمة التي تأتي بعد عودة علاقات تاريخية بين الرياض وطهران وكذلك بين الرياض وأنقرة فإن معادلة تصفير الأزمات تحتاج إلى حلول جذرية لأزمات كبيرة في المنطقة سيام العراق الذي كان له دور فاعل بإعادة سوريا للجامعات العربية وهو ما أكده وزير الخارجية فؤاد حسين لكنها بغداد التي تعتبر صمام أمان في المنطقة مع ثقة لما تواجهه من تحديات لمكافحة الإرهاب والمخدرات والفساد فإنها تحتل حيزا مهما في القمة العربية من حيث أهمية العراق الاستراتيجية والجيوسياسية في المنطقة ومع ملفات كالأمن الغذائي ومواجهة الإرهاب فإن لبغداد حضور مهم على طاولة الزعماء العرب سيما من عكس عن نسخة جد الحالية من ثيمة التقارب وما يتفائل به خبراء بوجود إرادة سياسية عربية أكثر قوة هذه المرة لإيجاد حلول للأزمات التي عصفت ببعض دول الجامعة العربية بعد أن سبق القمة مؤشرات المصالحات الإقليمية وهو ما يتيح فرص اقتصادية لتجاوز أزمتي الحرب الروسية الأوكرانية وكوفيد-19 ويرى الشارع العراقي أن المشاركة في القمة الحالية فرصة حقيقية للحكومة في تحقيق ملفات اقتصادية واستثمارية تعود على المواطن بحلول تنقذه من مؤشرات الفقر والبطالة وتفعيل قطاعات مهمة كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة ترجمة نانسي قنقر